السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في قناتكم وبرس أرب إليكم عنوان هذا الفيديو أبرز الانتقالات المنتظرة لنجوم الجزائر في الميركات الشتوي لنشاهد منهم يرتقب أن يشهد سوق الانتقالات الشتوية القادمة تحركات كثيرة لنجوم منتخب الجزائر سواء بالنسبة إلى أولئك الذين سيشاركون في كاس أمم إفريقيا 2023 مطلع العام القادم في الكوتيف وال أو الذين سيغيبون عنها ويوجد نجوم الخضر في وضعيات مختلفة إذا يتألق البعض منهم مع فرقهم بينما يعاني آخرون التهميش فيما تسعى أسماء جزائر أخرى محترفة في أوروبا إلى تغيير الأجواء والانتقال إلى أندية أخرى في الميركات الشتوي الذي سيفتتح شهر يناير كانون الثاني القادم ويخطط عديد النجوم المنتخب الوطني لمغادرة فرقهم في فترة الانتقالات الشتوية وأبرزهم يوسف عطال المدافع الآمن لنادي النيس الفرنسي ونرصد في تقرير التالي بنا أن علم أوردته صحيفة كومبيتسيون الجزائرية الناطقة بالفرنسية وتقارير إعلامي أخرى أبرز الصفقات الجزائرية في الميركات الشتوي عطال على رادار أستول لا فيلا بات يوسف عطال نجم منتخب الجزائر مرشحا لمغادرة فريق نيس الفرنسي خاصة وأنه يتواجد على رادار نادي أستول لا فيلا الإنجليزي صاحب المركز الثالث في الدور الإنجليزي وهيشان بوداوي مطلوب من ليبزيكا الألماني شاهد التفاصيل وينتظر أن تشمل الحركة المرتقبة لنجم منتخب الجزائر في سوق الانتقالات الشتوية هشان بوداوي لاعب خطة وسط نادي النساء بسبب سعب فريق لايبزينكا الألماني حسب عديد المواقع الكروي المتخصصة للحصول على خدمتها ولاعب بن الرحمة تحت مجهر أولمبيك ليون نجم آخر لمنتخب الجزائر مرشح لتغيير الأجواء وحمل قامس نادي آخر في فترة التحويلات الشتوية والحادث عنها عن سعيد بن الرحمة مهاجم نادي ويسترام يونيتذ الإنجليزي المتواجد تحت مجهر نادي أولمبيك ليون الفرنسي صحيفة ليكيب أكدت أن ليون الذي حقق نتائج كاريتيا ضمن الدور الفرنسي خلال النصف الأول من الموسم الحالي 2013 و24 يسعى لانتداب الرحمة لتحصين نتائجه وتفادي السقوط إلى الدراج الأدنى وانتقالة محتملة للرباعي حجام وزدادكا وغازال واتي طراوي سيكون مدافع منتخب الجزائر جوال حجام مرشحا هو الآخر لمغادرة نادي هنالتا الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية وهو الأمر ذاته بالنسبة إلى حاكيم زدادكا المدافع الأيصر لنادي ليل كما يتوقع أن يرحل المهاجم الجزائر راشيد غازال عن فريقه بيشكاتش التركي بعد استبعاده من الفريق بسبب توضع الأداء قبل أسبوعين من الآن ورجحت المصادر انتقاله إلى الدور السعودي فيما تحدث عن استعداد ياسين تتراوي لاعب نادي بارادو الجزائر للتوقيع في مولبيلي الفرنسي خلال الأميركاتو الشتوي وفي انتظار افتتاح فترة الانتقالات الشتوية بشكل رسمي يتوقع أن يتابع العشاق منتخب الجزائر الحركة المرتقبة لنجومه في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية